موسيقى موسيقى مشاهدين الكرام أهلا بحضرتكو صباح الخير وحلقة جديدة من هذا الصباح لقاءنا الصباحي اليوم المعتاد على شاشة النيل للأخبار واللي بيستمر على مدى ساعتين في مجموعة كبيرة من الأخبار والمواضيع والحوارات الصباحية والمختلفة من موضوعاتنا النهاردة اللي هنتكلم عنها موجة البرد والسقيع وانخفاض درجات الحرارة الشديدة اللي بتمر بيها مصر هذه الأيام ما زالت تحذيرات هيئة الأرصاد مستمرة بخصوص انخفاض درجات الحرارة ومصر هذه الأيام بتستقبل رياح أوروبية شديدة البرودة وده اللي هيخلي موجة البرد مستمرة لعدة أيام أخر هنتكلم عن هذه الموجة وإزاي نقدر ناخد احتياطاتنا منها وعن كل تفاصيلها من خلال أحد حواراتنا حوارنا الآخر هيكون حوار سياحي ثقافي تراثي في المقام الأول وهنتكلم فيه عن وادي الملوك أحد أهم المعالم الأترية في محافظة الأقصر وفي مصر وفي كل أنحاء العالم وموقعه بيحتل موقع الصدارة على موقع التراث العالمي كأكبر مقابر أترية في العالم أيضا هنتكلم عن وادي الملوك في أحد حواراتنا في حلقة اليوم من هذا الصباح بجانب وقفتنا الثابتة الرياضية والاقتصادية ووقفتنا مع آخر أخبار وعنوين الصحف الصادرة صباح اليوم وكل ده هنبدأ مع حضراتكم ولكن بعد فاصل قصير أهلا بحضراتكم من جديد ونبدأ أول وقفاتنا ومجموعة من الأخبار المنوعة ونبدأها من جامعة القاهرة ورئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عطمان الخشت واللي فتح المعرض الخيري للملابس بسعر رمزي تكافلي والقفلة الطبية المتحصصة في الرمض للكشف على الطلبة وتحويل الحالات اللي بتحتاج إلى إجراء عمليات لمستشفيات جامعية وقال الخشتة إن جامعة القاهرة تعمل على توحيد الجهود مع مؤسسات المجتمع المدني للوقوف على تنفيذ المبادرات الاجتماعية وأضاف إن التحالف الوطني للعمل الأهلي بيشكل مرحلة جديدة في حياة المجتمع المدني المصري للوصول للفئات الأكثر احتياجا أعلنت وزارة الصحة والسكان التشغيل التجريبي لـ 21 منشأة رعاية صحية أولية على مستوى الجمهورية ضمن المرحلة الأولى لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية وقال المتحدث الرسمي للوزارة عفواً الدكتور حسام عبدالغفار إنه تم البدء في الأعداد للمبادرة في شهر يناير الماضي وده عن طريق اختيار 251 منشأة رعاية صحية أولية موزعة على الإدارات الصحية والمناطق الطبية بـ 21 محافظة كمرحلة أولى وده ضمن 4942 منشأة رعاية أولية تستهدفها المبادرة على مدار عامين وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت إن إجمالي عدد المحال المشاركة في الأوكازيون الشتوي بلغ 2235 محل متنوع ما بين ملابس ومستلزمات المنازل والمصموعات الجلدية والأجهزة الكهربائية وقال المتحدث الرسمي للوزارة أحمد كمال أن نسب التخفيضات بلغت حوالي 50% في الكثير من المحال المشاركة وأشار إلى وجود حملات بتسير يوميا للتأكد من السلع المعروضة ومن جودتها والتزام المحال المشاركة بالتخفيضات ووضع سعرين على السلع المباعة قبل وبعد المشاركة في الأوكازيون أو قبل وبعد الخصم في منطقة الوحات البحرية بمحافظة الجيزة انطلقت أعمال وفعاليات مؤتمر اتحاد الأثريين المصريين بهدف إعادة هذه المنطقة إلى مكانتها السياحية لما تحتوي من إرث ثقافي وسياحي عريق الوحات البحرية كانز يجمع بين جميع أنماط السياحة المختلفة وتنفرد عن غيرها بمقاومات طبيعية وتاريخية لذا جاء المؤتمر الدولي الثاني لاتحاد الأثريين المصريين ليسلط الضوء على التحديات التي تعوق تنمية تلك المنطقة لتكون على خرطة العالم السياحية مصر مليئة بالكنوز والأثار وبها أكثر من ثلث أثار العالم وواجب وفرد على كل مصري أن يسوق لهذا وينشر ذلك في الكثير من الدول وكان الاتحاد الأثريين المصريين دور كبير في أن قاموا باختيار الوحات البحرية كي يكون المؤتمر الدولي الثاني تكون هذه الفعلية في الوحات ومشاركة عدد كبير من الباحثين ومن الدارسين طبعا مؤسسات المجتمع المدني أيضا لها دور كبير أن تتعاون وتمد يدها لكل مخلص يعمل لمصلحة هذا الوطن مقابر فرعونية وأكثر من أربعمائة عين كبريتية وصحراء تسمح بسياحة السفاري مقومات يراها الخبراء البوابة التي تنطلق بها الوحات أن تكون عاصمة ثانية لمصر السياحية إذا ما تم استثمارها بشكل سليم فيها مقومات موجودة في الوحات غير مسبوقة ومش موجودة في أي مكان آخر يعني أولا فيها سياحة ثقافية فيها سياحة إلاجية فيها أثار من مختلف العصور التاريخية يعني الوحات معروفة منذ عصر الدولة القديمة وفي حاجات من العصور ما قبل الأسرات حتى العصرين اللوناني الروماني فهي فيها مقومات أثارية غير عادية الوحات البحرية أساسا تعتبر من دمن المحميات الطبيعية والأثار هنا هو عندنا أثار كتيرة ومنسية وفيها برضو منتجات خاصة لأهل الوحات هم إحنا يعني بنيجي في المؤتمر برضو بنلقي زيارات مدنية وجوالات عشان نقدر نشوف إيه هي الوحات البحرية يستهدف المؤتمر العامل على استنافع عوامل انتعاش السياحة والنمو الاقتصادي القومية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية المعترب بها في غلبية أهدف التنمية المستدامة تجمع الوحات البحرية العديد من علمات السياحة المختلفة سواء كانت ثقافية أو علاجية ويأتي هذا المؤتمر ليناقش التحديات التي تعوق التنمية لتكون من ضمن المقاصد السياحية العالمية من الوحات البحرية محمد الخطيب من الوحات البحرية بنروح العراق وتحديدا مدينة الموصل العراقية واللي فيها بيخشى حرفيه سوء السفرين أو سوء المنتجات النحاسية يخشوا من الانقراض التدريجي لمهنتهم حيث يواجه السوء منفسة من الواردات الأرخص سعر للمنتجات المصنوعة يدويا وارتفاع سعر النحاس من جهة أخرى خلونا نتعرف أكتر على سوء السفرين في مدينة الموصل من خلال هذا التقرير يتذكر صنع المنتجات النحاسية العراقي نور الدين سوق السفرين يوما كانت فيه أصوات المطارق التي تشكل النحاس تملأ زوايا سوق السفرين بالموصل والأبريق والأوان المنزلية نحاسية المصنوعة يدويا تملأ المتاجر وتحضى بإعجاب رواد سوق لكن مع منافسة الواردات الأرخص سعرا للمنتجات المصنوعة يدويا وارتفاع السعر النحاس يخشى كثيرون من أن تتلاشى تدريجيا هذه الحرفة القديمة المكاين مطلعت الأعمال اليدوية ضعفة شحة نقول ليش؟ لأن المكاين أسرع قامت تنتج وقاموا الناس يوحون على الأسهل وعلى الأسرع فقامت أصحاب المهن التراثية قاموا ضعف شغلهم قاموا هملوها للشغلاء وما علموها الأولادهم وينجذب المستهلكون للأسعار الأرخص للمنتجات المشابهة المستوردة ويقول أكرم عبدالقبر وهو صاحب متجر بيع منتجات النحاس إنهم يبيعون المواد المستوردة بأقل من نصف أسعار المواد المصنعة يدويا إرادة المستوردة يجي أثر كثير على الشغل مالنا أثر بيعش برخص الثمن وتطور مكاين وما مكاين نحن ما عدنا مكاين وما مكاين نحن نشتغل يدوي هذا يجي أرخص كثير واشتهرت مدينة المصل بمنتجاتها المعدنية من النحاس خلال القرن الثالث عشر وكانت المنتجات المصنوعة في المدينة بما في ذلك الإبريق الشهير الذي يتم عرضه الآن في المتحف البريطاني بلندن تحضى باحترام كبير فمن المعمار أو هندسة المعمار الأبنية والمباني في أي مكان بتكون مع الوقت هي شاهد على ما وصل إليه هذا البلد أو هذه المدينة من ثقافة أو من حضارة وبيكون دايما مهم الحفاظ عليها باستخدام خشب معاد تدويره ده اللي عملوا بالفعل رائدة أعمال لبنانيين وقاموا بإبداع نماذج مصغرة ثلاثية الإبعاد لمنازل تراثية تقليدية في إطار مشروع سموه من لبنان مع الحب لمحاكاة التراث والثقافة اللبنانية من خلال العمران يستهدف المشروع تذكير الناس بأيام مجد العمارة اللبنانية وبينما تم إهمال العديد من هذه المنازل التراثية خلال الحرب الأهلية لاستمرت 15 سنة وبعدها ولكن بعضها لا يزال بحالة جيدة وتسكنوا عائلات أو بتتخذوا شركات كمقار لها ويتعاون الشقيقان الغفاري مع فنانين محليين وحرقيين ونساء ومؤرخين وفئات بالمجتمع سواء بجهدهم الخاص للحفاظ على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسط الانهيار الاقتصادي في لبنان وبتنتشر منازل لبنان القديمة في أنحاء السحل وعبر الجبال وسواء أروقة بطابق واحد أو اثنين أو ثلاثة بأسطح من القربيد التقى تشارلز ملك بريطانيا بمتطوعين أتراك وسوريين في لندن للتعبير عن دعمه بعد مقتل وتشريد عشرات الألاف جراء الزلزال في تركيا وشمال غرب سوريا وصافح الملك تشارلز المتطوعين خلال زيارة لمنظمة المتطوعون الأتراك بغرب لندن وتحدث معهم وهم يجهزون أمتع كجزء من جهود الإغاثة وأطلق رسميا منزل سوريا وهو خيمة مؤقتة للسوريين في ميدان ترافل جارب وسط لندن حيث التقى رئيس بلدية المدينة صادق خان إلى جانب آخرين وأرسالت بريطانيا 76 متخصص في البحث والإنقاذ ومعدات في استجابة عجلة للكارثة في السادس من فبراير ومنذ ذلك الحين قدمت المزيد من الدعم بما يشمل مواد مثل خيام وأوطية وجهت لجنة الطوارئ لمواجهة الكوارث اللي بتمثل 15 جمعية خيرية تعمل في مجال الإغاثة في بريطانيا وجهه نداءات للتبرع وجمعت 60 مليون جنيه سترليني أو حوالي 73 مليون دولار حتى الآن بما في ذلك التبرع سخي من العائلة المالكة حسب ما أفادت اللي عرضت لقطات مصورة نادرة تظهر سفينة الركاب الشهيرة تايتانيك راقدة بقاع المحيط الأطلسي بعد عقود من اكتشاف حطمها وبعد أكثر من قرن من استضام السفينة الضخمة بجبل جليدي ما أدى لغرقها التسجيل اللي كشفوا معهد بودز هول لعلوم المحيطات التقط على عمق 3 كيلو متر تقريبا تحت سطح المحيط بعد أشهر فقط من عثور المستكشفين على الحطم في عام 1985 ولم يتم عرض معظم هذه اللقطات سابقا للجمهور ومنذ اكتشاف حطم السفينة عرضت عدة أفلام وثائقية عن تايتانيك لقطات لها كما تم بث بعض المقاطع القصيرة لعمليات الغطس وعند مناء تايتانيك كان يعتقد أنها منيعة تقريبا وكانت أكبر سفينة ركاب في الخدمة في ذلك الوقت واستضمت بجبل جليدي يوم 14 إبريل من عام 1912 في المحيط الأطلسي خلال أولى رحلتها من ساوث هامتون من جلترا إلى نيويورك في الولايات المتحدة ولقي أكثر من 1500 شخص حتفهم عند غرق السفينة وما صدم العالم وأثار قضب بسبب نقص قوارب النجاة على متن السفينة وعفر فريق من معهد وودز هول لعلوم المحيطات والمعهد الفرنسي لعلم المحيطات على السفينة الغارقة مأسومة لجزئين جنوب شرق نيوفاوندلند بكندا في الأول من سبتمبر عام 1985 وخلال 11 عملية غطس في يوليو سنة 86 جرى تصوير لقطات للسفينة بكاميرات غواصة يقودها البشر ومركبة صغيرة يتم تشغيلها عن بعد تحركت عبر المساحات الضيقة يتزامن الكشف عن اللقطات مع إعادة عرض فيلم تايتانيك للمخرج جيمس كاميرون لعام 1997 بمناسبة مرور 25 عام على طرحه وكان الفيلم حصد 11 جائزة أسكار بما في ذلك جائزة أفضل فيلم تمكن 1363 مشارك في ملتقى تعارف ببروكسل من تحطيم الرقم القياسي لأكبر فعالية من نوعها وقد ذكر الموقع الذي نظم الملتقى في يوم عيد الحب أنه أكبر ملتقى للتعارف في العالم قائلا أنه كسر رقم قياسي سابق حينما شارك 964 شخص في فعالية ممثلة قيمة بدبلن في أيرلندا عام 2019 وفي مخزن تم تهيئته لاستضافة الملتقى امتلأ بصفوف من الطاولات مع تشغيل موسيقى الديسكو غير المشاركون أماكنهم كل أربع دقائق لمقابلة 16 شخص في المتوسط على مدار الحبلة ويقسم الموقع المتقصص في تدبير لقاءات التعارف الرغبين في المشاركة لمجموعات حسب السن والتفضيل الجنسي وذكرت مديرة الموقع المنظم للحدث أن الوقت حال لإعادة تعيد الحب لمن ليس لديهم شريك ملأ الحب الهواء في فنزويلا مع تجمع 24 زوج من كل الأعمار من أجل إقامة حفل الزفاف جماعي للاعتراف بحبهم في احتفال بالهواء التلقى في العاصمة نظم مجلس مدينة تشاكوا احتفالا جماعيا في ميدان التاميرا حيث قام عشرات الأزواج الانضم إليهم أقاربهم وأصدقائهم قاموا بعقد قرانهم وسط الوروج وبقاة الزهور وزيان مجلس المدينة الموقع وأعطى النصائح للأزواج بشأن أزياءهم ومكياجهم لسه مع أجواء عيد الحب ملأة الأجواء الشعرية الهواء في يوم عيد الحب مع إقامة حفلين للزفاف كلا الحدث أطلق عليه اسم الحب في ميدان تايمس سكوار في مدينة نيويورك وغلب على حفلي الزفاف الطابع الرسمي بسبب حضور ضيف مفاجئ وهو مصمم الأزياء الأمريكي كريستيان سيرينو وبعد انتهاء حفلي الزفاف التقط المتزوجون حديثا الصور أمام سيارة أجرة قديمة تعمل في نيويورك ففيد منها الزهور ومصممة من جانب أحد كبار متاجر تصميم وتزيين حفلات الزفاف ولمجموعة أخرى من الأخبار الخاصة بالحيوانات قفز اتنين من السلاحف اللي تم إنقذها في مياه جزيرة كي وست في ولاية فلوردا الأمريكية في الوقت اللي تجمع فيه الأشخاص لمشاهدة إطلاقهم للبرية في الوقت المناسب لعيد الحب ونجت السلحفتان الخضروان في حالة طبية تعرف بالورم الحليمي الليفي واللي اكتاز بسببه بشجاعة عمليات جراحية لإزالة ورم وتلقى طيفا واسعا من المضادات الحيوية والبيتامينات والسوائل أطلق العاملون لمستشفى السلحفة الإدارية إحدى السلحفتان واللي بلغ وزنها تسعة كيلو والسلحفة الأخرى بلغ وزنها اتنين وعشرين كيلو واعتبر مؤخرا في صحة جيدة بعد تلت شهور من العطور عليهم وحية الجمهور السلحتين طوال طريقهم من شاطئ هجز في كي وست إلى داخل البحر الواسع مجددا وكده انتهت أول وقفاتنا في هذا الصباح فاصل قصير نعود بعده لاستكمال فقراتنا وحي وراتنا في حلقة اليوم فابقوا معنا صباح الخير معك وكابتن إيمان نتكلم النهاردة على تماريد للوار بادي ودي بتضم أكبر عضلات في جسم الإنسان هما أربع عضلات العضل الأمامية الكوادرسيفس والعضل الخلفية الهامسترينج وكمان الجلوتس والعضل السمانة الكولب يلا بينا نجهز ونرجع بعد الفاصل ورجعنا بعد الفاصل أول تمرين معنا هو سايد سكوات أول حاجة هنفتح رجلنا على شكل 11 هنعمل انتناق خفيف للرجبة هنرجع الهبس الوراء الظهر مفروض هنرجع مرة مرة رايت مرة ليفت هنرجع مرة رايت يمين ومرة ليفت شمير التمرين ده هنعمله أربع مجموعات كل مجموعة عشر عديد سايد نمبر تو جومب سكوات أول حاجة هنعمل سكوات رجلي هتبقى 11 هنعمل انتناق خفيف للرجبة هرجع الهبس الوراء ظهري مفروض بعد كده هنزل سكوات واطلع جومب حافظ عن نفس وأنا طالعة ثري فور فايف هنعمل التمرين ده أربع مجموعات كل مجموعة عشر عديد التمرين الثالث هنعمل سايد لونج أول حاجة هجيب رجلي الليمين أو الشمال اللي هبدأ بيها المش رجلي هيبقى قدامي هبتدي أعمل انتناق خفيف للرجبة هحفظ عن أين ظهري مفروض بشتغل مرة يمين ومرة لفت شمال مرة رايد ومرة لفت حامل أربع مجموعات كل مجموعة عشر عديد تمرين الرابع تمرين الكيكباك وتمرين ده من أفضل تمرين العضلات الأرداف كمان بيشتغل على عضلات الهامسترينج العضلات الخلفية بشكل جيد نقدر نحن نعمله في البيت كمان في الجيم سيدي أنزل حطي إيدي راسي لتحت ولا لتحت ولا لفوق مستقيمة رجلي متنية أتطلع لفوق وشد الجلود وانزل ببط أطلع وانزل وان 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 تمرين ده هعملو أربع مجموعات كل مجموعة عشر عديد يا رب تكونوا استباتوا من حلقاتنا النهاردة كان معيكم كافة الإيمان إن شاء الله شوفكم على خير في الحلقة الجاية إن شاء الله